اشتركوا في القناة هل تقول الآن أنك تقاعدت من القاعدة؟ لا والله هم من اللي انحرفوا لأن هنا كنا راحين نجاد الغزو الصوفيتي في أبغانستان وده كان في شبه إجماع من علماء المسلمين في ذلك الوقت وبعد كده هم من انحرفوا بأوة تحولت أنشطتهم إلى الدولة العربية والإسلامية وقعوا في المحظور وقاتل المسلمين وفي نفس الوقت بعد مؤمود أسامة أصبحت القاعدة تباع وتشترى لكن صح أنه يبتعد أنت من المؤسسين للجهاد في مصر وكنت في فترات القاعدة الأولى إنجاز التعبير ممكن أن يبتعد الفرد أو العنصر بهذا المستوى عن القاعدة يتركوا التنظيم؟ هم حرف تنظيم عن السور يعني البعض يقول أنه غير مقبول حتى بفكر التنظيم أن يبتعد لا ما هو تنظيم الحرف أصبحوا تكفريين بيقتل المسلمين وأنا بجاهد عشان روحي النار ولا روحي الجنة الجهاد سببه إيه؟ أمان يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغاضب الله عليه ولا عناه وعد له عظم العظيم كفروك الآن؟ القيادات الكبيرة اللي زي أيمن لا ما بيكفرونيش طبعا ولكن اللي على الصغار هي اللي بتكفر والبعض ربما سؤال بديه أنه لماذا لم ربما يحاول البعض ممن يكفر أن يغتالك؟ لا أنا أسطورة أنا ليه تاريخ هم من الأولاد نفسهم منبهرين بالتاريخ بتاعي وبقولوا إزاي يعني هو يتحاول أنا كنت السحاب يعني كنت مقاتل جامد وقاتلت وليس تاريخ رهيب يعني أسواق داخل مصر أو خارج مصر يعني مش أنا كده هلفوت ولا واحد يعني جاي كده لا أنا كنت يعني أنا كنت كل حاجة في التنظيم لا أقصد الآن بعد أنه كان فيه تكفير لماذا لم يحاول أحد تصفيتك بهذا الفكر التكفيري؟ لا ما هو ما ده من فضل الله علي حاجة تانية أننا ليه تاريخ هم لما يعرفوا التاريخ يعني ما فيش حد بينهم موصل للتاريخ إن أنا موصلت له هدف الأسئلة حقيقة وكأنك تقول لي أنه باتت الهيكلية الأم للقاعدة غير موجودة الآن لا 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 هتحدث الآن عن انقسام؟ هل ممكن أن نتحدث أنه داعش هي من القاعدة؟ لا هي القاعدات الأديمة سبب التنظيم كله إنما مش نبقى غير أيمن وأيما يتلمح حولين منه شوية ناس إحنا بنعتبر متخلفين عقليا أو مجانين أو ناس تكفريين يعني ولكن المؤسسين مش كلهم اللي ماتوا اللي مشوا وكده إنما داعش هي تعطنق فكر تنظيم القاعدة اللي أسسه سيد إمام الشريف وعمل في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف وهو من أخطر الكتب المتداولة في العالم ومترجم إلى جميع اللغات على فكرة الكردي والأردي والفرسي والتركي كده يعني يعني أنت تقول أنه داعش هي فرع للقاعدة تعطنق تعطنق فكر القاعدة إنما داعش سنة 2006 إحنا عاملين القاعدة من سنة 1989 لا فسر لي موقف الآن يعني إذا ما سألنا عن دكتور أيمن الظواهري موقفه من داعش هو أبو بكر البغدادي ما الذي يعتبرونه هو طلب من أبو بكر البغدادي أن يبايعه على أساس صحيح ولكن أبو بكر البغدادي عشان هو أصلا عميل أمريكي قال له إحنا أصحاب القضية إحنا أصحاب القضية قدت تحرير العراق والسوريا وكده فإنت اللي تبايعنا فأيمن رفض فحصل النزاع بينهم والقتال كيف يعني عميل أمريكي لا أبو بكر البغدادي معروف أن أمريكا أفراجت عنه فسر لنا كيف أمريكا أفراجت عنه وهو كان في السجن وأنفق أكتر من 20-30 مليون دولار لتجميع مجموعات داعش دي وأول معسكرات اتعاملت لداعش اتعاملت في الأردن والأردن مش عاملة معسكرات صادقة لله يعني يعني الأردن لما تعمل معسكرات لمجموعة إرهابية مش ما قولها تعملها صادقة تتصدق بها وكان بيشرف عزين معسكرات المارينز وتسليح داعش كله أمريكي والنفقة بتجيلهم من أنا كنت مسؤول عن معسكر في 21-21 كان بيصرف ألاف مؤلفا أكل وشرب وصلاح والزخيرة وتدريب تتحدث عن داعش كنت مسؤول عن داعش كنت مسؤول عن داعش كنت مسؤول عن معسكر في 120 نفر كان بيصرف ألوف ما بالك داعش دي بتصرف أده أكله وبعد نقولك على حاجة المصابون من داعش في العمليات اللي بيتعوروا في العمليات بيجوا تعالجوا هنا في لبنان لا ولا سوريا ولا السعودية ولا مصر بيروحوا فين بروح إسرائيل وأنا بكلمك 1501 من داعش والنصرة في المستشفات تلقى بيه هذه معلومات من أين؟ المصابين بيروحوا فين؟ مش فيه مصابين منهم ولا ما فيش بيتعالجوا فين؟ معروف ده حاجة قال مستشفات ميدانية ما إلى ذلك أنه حتى التنظيم يضم وهذا لافت يعني عدد من الأطباء وكنا شاهدنا من دول أوروبية الطبيب الميداني بيعملك إسعافات لحد من ديك المشتشف حدثت عن نقطة مهمة لها علاقة بالتمويل وقرأت لك الكثير حقيقة أنه في بداية القاعدة نتحدث عن أسامة بن لادن كنت تتحدث عن تمويل ذاتي لا من أسامة كان بيصرف هو إنما الأول قبل أسامة كانت الهائة الإغلاسة الإسلامية وكان الهمز فلاصة بيننا وبينهم كانت دكتور عبدالله عزام وبعدين حصل مشاكل بيننا وبين عبدالله عزام فمنع عننا الفلوس والمصاريف فإحنا استبدلنا أسامة بن لادن بي والإخوة بتعلقاعدة معظمهم من دول الخليج بيعوا أمير العرب كنت قبل قليل تتحدث عن 120 عنصر يحتاجون لأولوف نحن نتحدث عن هيكلية منتشرة في العالم هل يمكن فهمه فقط بالصرف الذاتي وصولا إلى داعش اليوم أنقل ما قالته فقط صحيفة الانديبندنت البريطانية تكشف ونقلة عن الصحيفة أن هناك عدد من المانحين من السعودية لعبوا دورة أساسيا في تأسيس جماعات جهادية منذ 30 عام لذلك أسألك عن البدايات كونك كنت في البدايات التقرير لـ CIA وهو بعد هجوم 11 من أيلو ويرشح احتماد القاعدة إذن على وسطاء قاموا بجمع الأموال من مانحين من السعودية وعدد من الدول الخليجية ده كلام عابدت على الانديبندنت بتقول لي عفوا كلام ما ده؟ وأنا صعبت يعني صحفي عبيت مش لقى حاجة يقولها أولى ناست الكل أن تبرعات الخليجيين للجماعات الجهادية في أفغانستان كان معروف وبيتعمل علني وبيتعلم عنه في الجراد وفي التلفزيون هو جاب إيه بتاع الانديبندنت ده بيقولي ما الكلام ده؟ أنا واحد من الناس واخد أكتر من ألف تسكرة طيارة من هيئة الإغاثة مجانا يعني يا وقد بالك والشيخ أسامة باللادي حتى توضح لنا يعني ما الذي تعنيه بهيئة الإغاثة؟ ما الذي تريد أن توصله من النوم؟ هي اللي كانت بتصرف علينا إحنا وإحنا في الجهاد الأفغاني ده بيصرف بتجيب سلاح بتجيب زخيرة تدريب أكل شرب فكل ده بناخده منين؟ من هيئة الإغاثة كان فيه مشتشفة هذا ما أقصده لهيئة الإغاثة هي مختصة بالزكاة جمع الأموال هي فيئة السعودية ستك كل دول هبل ده كان المسؤولة عنها الأمير سلمان بن عبد العزيز مش من السبب كده لله تروحين تجيبي وتغرفي وتمشي ده كانت مخابرات سعودية والأمير سلمان بن عبد العزيز اللي مسك مش هبل هي يعني مش معمولة سبيل تروحين تجيبك وتمشي لأ الحاجة التانية كان فيه مشتشفة سسمى مشتشفة الهلال الكويتي المشتشفة دي متين وخمسين سريع متين وخمسين سريع فيها جميع أنواع العمليات وفيها دكاترة موظفين وفلوس ودواء بتصرف ملايين كانت بتصرف الهلال الكويتي طيب يبقى الاندبيندن دي بتجيب منين؟ أميركا نفسها كانت بتدعم حكمة يار والسواريخ الاستنجر من اللي جابها للمجادين أبغان الاستنجر اللي هي قطمة وسط التحسف فيدي ما الأميركا اللي كانت جايباها وهي الفكرة أنه عندما نتحدث عن القاعدة وهذه نقطة مهمة أشرت إليها هو أميركا دعمت القاعدة لأنه بالمقابل هي تقاتل روسيا في أفغانستان اليوم عندما نقترب من المشهد أكثر إلى هذه المنطقة من يدعم من لحساب من؟ هنا يكون لحساب من تعمل داعش؟ بصي بصي الأمور دي مفهاز سوابت بدليل أن بعدما روسيا انهزمت الأمريكان حبوا يتخلصوا ممن يطلقون عليهم الأفغان العرب وفعلا بدأ القبض على الأفغان العرب وترحلهم منهم أناس زينا داخلت السجن أبدا عاية أبدا عاية وترحل فاستضمت القاعدة بأفغانستان في أحداث 11 سبتم جات بعد كده بعد موت أسامة بن لادن تم شراء القاعدة عن طريق المخابرات القطرية معايا؟ وأنا بقول لك مؤتمر المؤتمر تنظيم الدولي للإخوان في اسطنبول قطر قررت إنشاء صندوق لدعم الجيش المصري الحر ورصدت له مريال درر والمسؤول عن هذا صندوق علي قر زادة مسؤول الإخوان في تركيا قادي التموي مش واحد يقول لك واحد شيخ بيتبرع هذا جانب المهم أن نعرف ماذا يريد داعش تحديدا لأمن الإرام أعود لي ضيفي هنا في الستوديو هي مشكلة الحدود أو استراتيجية الحدود حرب الحدود لكن هذا الفكر عابر يبدو أنه لي الحدود كيف امتد داعش من سوريا إلى العراق؟ ما الذي يريده حصرا في العراق؟ لا هي ستة كل داعش بدأت في العراق وابرهيم أبو بكر البغدادي ده عراقي صحيح وبعد كده اتعمل لهم معسكرات في الأردن وبدأت تصربوا من الأردن إلى سوريا ولقوا هزيمة في سوريا وتحولوا إلى العراق مرة أخرى أما بالنسبة لما يحدث في العراق فهو أكبر من داعش يعني بلدة زي الموصل دي دي أربعة مليون نسمة وتاني أكبر محافظة ففي هناك في العراق مشكلة بين العرب الأنبار والمالكي وأن جيش الملكي اللي سلم سلاحه دول قادة الشيعة عشان ما عاش قول يعني داعش والشياء لا دول سلموا لعشائر العرب ولكن داعش بتتصدر المشهد وداعش عندهم حاجة اسمها إدارة التوحش كتاب اسمه إدارة التوحش وقد عرضنا أيضا بعض التفاصيل في الميادين أبو بكر المقدسي أو محمد أبو بكر المقدسي الكتاب دوت وغدين نفس سياسة جانكيس خان الحمد لله إن هم لم يقتضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن ربنا قال قد كان لكم أسوات حسنة قد كان لكم أسوات حسنة يعني في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهما الأسوة الحسنة بتاعتهم جانكيس خان إدارة التوحش دي عبارة إيه قد كان لكم في رسول الله أسوات حسنة لما كان يارجو الله واليوم الأخ إن جانكيس خان كان يدخل القرية يبيد كل الأحياء اللي فيها أحدت الحيوانات يزبح والبيوت يحرق فتيجي القرية اللي بعدها تسمع إن جانكيس خان جاي تهرب وهذا ما تفعله داعش في العراق وهدف داعش إيه؟ داعش عندما دخلت صمراء قتلت من أهل السنة ألف والآن تقتل الشيعة وهي دي السياسة الأمريكية فيه هنريك سينجر لمذكرة نعملها سنة 82 أو 84 لا أذكر اسمها حرب المائة عام فسألوه حرب المائة عام دي فين؟ ألف الشرق الأوسط عندما نشعل الحرب بين السنة والشيعة فهما بيلعبوا على إشعال النيران نيران حرب بين السنة والشيعة زي ما كان أبو مصعب يفجر مساجد السنة ويفجر مساجد الشيعة على حد سواء لإشعال الحرب الطائفية في المنطقة ويدوى طبعا مخطط أمريكا وأنا بقولك داعش لم تقتل أمريكيان واحدة لم تقتع رأس أمريكي تلعب بها الكور قتعت رأس المسلمين وأكدت أكباد المسلمين ولم تقتل أمريكيان واحدة ومنشأ من سنة 2006 لكن أنت تحدث إن كان المنهجية التي تعتمدها والدعم لكنها تجد استقطاب استقطاب من الشباب من العديد من الجهات وهي تستخدم أعلى نسبة من العنف والدموية كنت تفسر لنا لكن ما الذي يجعل كل هذه المجموعات على اختلاف مشاربها أن تنضوي ضمن هذا التنظيم أيها هو الفكر التكفيري المشكلة أن الفكر التكفيري دو منتشر جدا في المسلمين بتاع أوروبا ليه؟ لأن أنا عادت معهم المسلمين بتاع أوروبا كفروا بكل اللي شافوا في أوروبا لكن يأتون أيضا من دول الخليج من دول الإسلامية حتى أنا معك أنا بقول منتشر في المسلمين اللي في أوروبا ومنتشر في السعودية لأنها أقرب الوهابية أقرب إلى التكفير من غيره وأنا لما قعدت معهم لقيتهم عندهم أحدية التكفير يعني أنا لما تكلمت مع سيد إمام في حكم أعواني الحاكم لما قال لي أنه لا يوجد حاكم يستطيع أن يحكم جيش الواحد ولابد من دعم الشرطة والجيش ليه فالشرطة والجيش حكمه حكم الحاكم كفار قلت له طب واللي بيروح ينتخب الحاكم في صندوق الانتخابات قال لي كفر قلت له يبقى أنت كفرت الشرطة والجيش والشعب يبقى أنت تكفير الدين مش جدوى لضرب اتنين في اتنين باربعة بما أننا إذن لا الدين مش كده الدين في حاجة اسمها الموانع والعزر بالجال وفي حاجة اسمها البيئة وفي حاجة اسمها مناطي الحكم هم أنه مش دارسين الكلام ده هم أن الحاكم كفر يبقى كل اللي معاه كفار بشر النصير يبقى كل اللي معانه صيريين رغم أن الجيش السوري تسعين في المئة منه سنة لأنه هو ده نسبة السنة في سوريا ولكن هم من عندهم أحدية التكفير وجهلة يعني مثلا على سبيل المثال أنا بمزر له جهلة بأي معنى بالدين أنا كنت عايش مع أيمن أيمن جاهل وكان ما كانش يقول أي حاجة لما يرجع لنا رغم أنك يعني ذكرت يعني عن دكتور عيمن الظواهري قالوا في مرحلة معينة كان يرفض دخول التكفيريين آه إحنا لكنا منعينهم أنا قلت له يا دكتور لو أخوك دخل التنظيم اللي هو محمد هنعلن حل التنظيم لأن أخوك تكفير فوافق لحد أما إحنا دخلنا السجن وتفرقنا أخوك دخل خدي التنظيم كله وأخوك ده متخلف أصلا تكفيري ومتخلف تعود تتكلم معي تحسي أن أنت بتتكلم واحد دماغ وضرر لكن غريب يعني كنت ذكرت أنه نحن نتحدث عن شرائح مجتمعية مختلفة من دول مختلفة وحتى من تحصيل علمي مختلف يعني نشاهد الحاصلين على درجة الدكتوراه يعني كيف يمكن أن ينسحب كلمة الجاهل على هذه النماذج الجاهل بالدين حاجة ولا دكتور حاجة أقولك إزاي أنا دكتور في عيادة ومعايا تمرجي قعد 30 سنة معايا هل بعد 30 سنة حيبقى دكتور التمرجي ده اللي قعد في العيادة 30 سنة كتوصيف الطبيب هم من كده هم من بيعلموا نفسهم دول تمرجية عمره ما هيبقى دكتور أنا رجل متخصص في الشريعة الإسلامية فبنزله أنه جاهل جاهل بالدين مش فاهم الدين واحد بقول له بات من اللي لازم أن نوضح يعني عندما تحدث كأنك تتحدث عن الجهاد أو السلفية السلفية الجهادية والتكفيريين يعني هذه هي المروحة الآن التي تتعمل جاهلة جاهلة كلهم يعني السلفية عدرا السلفية والجهادية السلفية والتكفيريين هي ثلاث نماذج مختلفة كل هم درجة عادة لمش مختلفة وكلهم جاهلة بص نقول لك على حاجة أنا كنت تعيش مع مين أعد معه زي ما أعد معك مع سيد إمام الشريف مين سيد إمام الشريف ده؟ المؤسس العالمي لكل الفكر اللي بيتدول دلوقتي في المنطقة من جاكارتا للنوخشوط عملهم كتاب اسمه الجامع في طلب العلم الشريف هذا الكتاب هو منفستو وأيدولوجية كل جماعات التكفيرية داعش والنصر وأنصر بيت المقت والسلفية الجهادية كل ما تتخياليه ولم يؤلف أحد بعد كتاب سيد إمام أنا تنقشت مع سيد إمام ونقشت في حاجات كتير وقال لي أنا في الطبعة الجاية للكتاب حتداركها وأقولي التعليقات اللي حضرتك قلتها ما فعلتش كده ما عملتش كده نزل الكتاب زي ما هو معي فاللي عايز أقول حضرتك أنا بتنقش برضه مع واحد من اللي بيكفروا بالمعصية دول المعصية وكفر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فده كافر قلت له طيب ما الكافر المرتدي ليه حكم اللي هو القتل والزاني ليه حكم الجلد إزاي اختلف العقوبة هنا الاختلاف بالفكرية والأيديولوجية ربما ممتدة من البدايات يعني كان بالنسبة ليما بعد أسامة بن لادن بالنسبة للظواهري وأيضا المقدسي وهو بالتالي اندرج على يعني على باقي التنظيمات بالانشراخ لكن عندما نتحدث الآن عن داعش إذا قارننا مع القاعدة هناك خلاف الآن جوهري مع القاعدة لا يوجد خلاف خلاف فكري لا خلاف فكري لا يوجد خلاف تنظيمي وبالتالي مستقبل التنظيم داعش على ماذا يقوم كلما اقتنع الشباب بفكر التكفير فداعش قائمة الحاجة التانية أن داعش تلعب على حاجتين اتنين بشار الأسد نصيري كافر يجب قتاله ويجب الفتاوى ابن تامية في الطائفة المصيرية بالاعتماد على تغذية هذه الأفكار هو الذي يؤمن استمراريتها وهنا ربما المصالح والنفقة التغذية بكل الأحوال تغذية الفكرية تغذية بالمال بالعتاد بكل ذلك طالما هناك منابع تروي هذا الفكر يعني داعش مستمر برناند لويس مؤسس الجيل الرابع من الحروب قال كده الإيقال لسنا في حاجة إلى جيوش عابرة للقرات توقز الروح الوطنية ويعود إلينا جسس كما حدث في أفغانستان وفتنان ولكن لابد من إيجاد عملاء من داخل الوطن يقومون بمهمة الجنود ونحتاج إلى آلة إعلامية تزيف للناس الحقائق وأموال ننفق عليه فهو ده الجيل الرابع من الحروب هو ملاء بيقوموا بدور الجنود المستعملين عن جيش بديل عن حرب بالوكالة آه آه طبعا بين من ومن يعني الآن الجيوش هذه التي تعمل نحن تحدث عن القاعدة وكل يعني ما يتفرع عنها هذه جيوش تعمل لحساب أي معركة وبين من ومن الحساب المخابرات الأمريكية مع من تقاتل بتقاتل أنظمة هي هدفها بص فيها حطوا خطة سنة 98 اسمها خطة الطوق النظيف خطة يعني من العراق من تقاتل هي تقاتل السيد نور المالكي بتقاتل السنة والشيعة لما دخلوا سمراء الشيخ علي الحاتمي رئيس عشاء الأنبار قال داعش دخلت سمراء قتلت ألف من السنة بدم بارد وتقتل الشيعة وتقتل المسيحيين وتقتل كل من يقابلها داعش تعتبر كل الناس كفرة ودماءهم مباحة اللي قتل سيدنا الإمام علي كان بس سبيح دم الإمام اللي زبح الحسين دم مش بيقول إليه لمحا رسول الله ومن فرقة بتدعي إسلامية فأسيد الكل دول يوم امتداد تاريخ وقح والرسول عالس صنفهم قال قال عليهم كده كلاب جهنم لئين أدركتهم لأقتنانهم قتل عاد وإيرهم هم من دول أصحاب الأفكار دي أفكار الخوارج اللي رسول حذر منهم ودول سيبقوا موجودين ولكن داعش لم تقتل أمريكيا المعارضة اللي بتقتل بشار الأسد بشراسة بقالها ثلاث سنين لم تطلق طلقة واحدة على إسرائيل معايا عصام حتيتو مسؤول الإخوان اللي بيدي نجاز التعبير بالفكر الخاص بهذه الجماعات العدو القريب الآن هو هذه الدول والزعماء وليس العدو القريب نتحدث زغرافيا الآن هذا الفكر بين العدو القريب والبعيد هو قائم فيها القاعدة الآن ذكرت إسرائيل بالجغرافيا ليست بعيدة ما الذي يجعلها العدو الأبعد الآن لا هم من يقولوا كذا هم من يقولوا قتال المرتد أولى من قتال الكفر الأصل البعيد والقريب ده كلام قديم المرتد اللي هو إحنا بقى وفقت مفهومهم للرد إن إحنا المرتدين والحكام العرب مرتدين والجيوش العربية مرتدين فقتال المرتد أولى من قتال الكفر الأصلي اللي هو اليهودي معايا يعني صمحة تيتو مسؤول الإخوان اللي بيدير للمعارج ضد بشار الأسد إقامته فين قاعد في بيروت ولا في الرياض ولا في القاهرة مقيم في تل قبيب معايا أحمد الجربة بينزل القاهرة ولا الرياض ولا تهران قاعد من نيويورك لباريس للندن اللي مشغالينه واللي بيصرفوا عليه أوباما لما اتفضح وتعرف إن هو بيسلح داعش والنصرة سلاح أمريكي وتركي قال إيه؟ قال إن إحنا هنوقف السلاح لأن السلاح الأمريكي تسرب للنصر مش أوباما قال كده اتسرب انت جاي اكتشفتوا إنه تسرب بعد سنتين حرب وجيش النصرة ده عشر تلاف وداعش عشر تلاف يعني عشرين ألف مقاتل شايلين السلاح الأمريكي يا عم أوباما اكتشفت إن دول بعد سنتين تسرب لهم السلاح بتاعك بتستعبطنا شايفنا عبط يعني مثلا فاستك كل دي مؤامرة على المنطقة وأنا قلت لك إن ناتنياهو ديكتشيني وضعوا خطة اسمها خطة التوق النظيف سنة تمانية وتسعين وهي تدمير أربع دول يبدأوا بالعراق ثم السوريا ثم مصر ثم السعودية اسمها خطة التوق النظيف معروفة يعني باستخدام الجماعات المتطرفة في المنطقة والقضية اللي بيتحاكم فيها محمد مرسي قضية التخابر والاتصال بأيمن الزواهري كانت عبارة عن تكليف جايب عصامي الحداد من أوباما شخصيا يوم 28 12 2012 كان في البيت اللابيض ومعامل اجتماع مع المخابرات الأمريكية هو بيقول في الاعترافات بتاعته في النيابة اللي بتحكم فيها كيف حصلت عليها؟ ده اعترافات في النيابة منشورة موجودة ستكل أن أوباما دخل قد فريق المخابرات ورقة وخرج أروها قالوله مطلوب من الإخوان احتواء الجماعات المتطرفة في المنطقة وأولهم داعي أولهم حماس والقاعدة فراح اتصل بأمن الظاهر عن طريق رفاعة طهطة ومدير دوان الرئاسة اللي بقى ابن خالة أيمن من تلفون رفاعة طهطة فأيمن بيتكلم مع محمد مرسي محمد مرسي قال له السلام عليكم يا أمير المؤمنين احنا محتاجين الناس بتاعتك عندنا في سينة وأنا أمن لهم المصاريف والأكل والشرب وعدم الملاحقة الأمنية الكلام ده تسجل وتبعت للنقب العام وإيه ده يتحكم عليها محمد مرسي هتقول أنا عرفته منين أنا كنت في القناة تانية في التلفزيون المصري وكان معايا اللواء جمال وكيل أول المخابرات المصرية اللي سجل المكالمة وفضاها وبناء عليها عملت مذكرة ورحت للنقب العام فالمزيع لذا حدتك بتقول له وهل يحق لجهاز المخابرات التصنط على تلفون رئيس الجمهورية قال لا أنا ما بتصنطش على تلفون أنا بتصنط على تلفون أيما لقيت رئيس الجمهورية بيكلمه بقول له السلام عليكم يا أمير المؤمنين فروح تنفض الشريط وكاتب تقرير ورفعته لرئيس المخابرات قالت له طب أنت بلغت الرئيس قال لا لا أنا مش شغلية أنا بتعملش مع الرئيس أنا بتعمل مع مدين المخابرات وكده حدودي توقف قالت له طب كتبت إيه في التحريات أو التقرير بتاعك إنت كتبت إيه بعد ما فرقت الشريط أقسم بالله العظيم وأنا قاعد معه زيك كده قالها كتبت أن السيد رئيس الجمهورية محمد مرسي العياط خطر على الأمن القوم المصري عشان كده الجهلة يعرفوا ليه الجيش نحاز للشعب يوم 30 يونيا لأن رئيس الجمهورية يتعامل مع تنظيم القاعدة ومسجل وبيتحاكم فيها دلوقتي ومدين المخابرات كتب أن رئيس الجمهورية خطر على الأمن القوم المصري أدي مهمة الجماعات في المنطقة أمريكا أوباما لما قالنا دعمت حملة مرسي بـ 50 مليون ولما الشيخ القارضاوي تلع وقال أوباما بعت لنا 60 مليون دولار للمقاومة السورية جزاك الله خيرا يا أوباما ونحن نحتاج المزيد هو أوباما أسلم ولا أمريكا تحجبت أنا بسأل القارضاوي هو أوباما لما بيدعم المعارضة السورية عشان يقيم الخلافة ويرجع الخلافة الرشيدة ولا هو أوباما أسلم ولا أمريكا تحجبت عشان تدعم المعارضة ده شغل عملاء مكشوف ومفضوح وإحنا مش عاوزين نضحك على نفسنا ونحط دماغنا في الرمل المنطقة معارضة لمؤامرة وهو جر إيران في حرب أول بيان أعلنته داعش بعد النزاع مع المالكي عارف قالت إيه سنتجه إلى النجف وقربلاء وتدمير العتبات المقدسة جر جروا رجلي إيران إيران قالت لازم تقدرش هو ده المطلوب مطلوب إغراق السعودية وإيران في حرب داعش والغبراء حرب لا تنتهي تهلك فيها مقدرات السعودية وأموالها وتهلك فيها مقدرات إيران وأموالها زي ما عملوا أيام صداموا العراق فهي دي ستة اللي لازم نفهمه ولازم نحربه ولازم نوقف ضده لكنك ذكرت مصر سوريا العراق كلها نشاهد فيها أنشطة مشابهة وقلت السعودية في مرحلة مقبلة باتجاه المملكة العربية السعودية كان مفروض عندما يستقر الإخوان في حكم الإخوان في مصر تبدأ القلاقل في السعودية سنة 2016 وفي منطقة الخليج وده مش كلام يا ستة كل ده كلام مدير الأمن الوطني الإماراتي ضحي خلفان لأنه ماسك ناس أعترفت هو ضحي خلفان جاب منين أبضوا على خلايا الخلايا دي أعترفت بالتفصيل أن لو استقر الإخوان في مصر حيبدأوا يصدروا القلاقل للخليج عن طريق الخلايا بتاعتهم اللي موجودة ويزعزعوا أمن الخليج وده كلام ضحي خلفان مدير الأمن الوطني الإماراتي وليس كلامنا بالنعم بالعوامل والظروف التي شاهدناها ربما في القاهرة في دمشق وفي بغداد في الدول سوريا مصر العراق كانت هناك فراغ أمني ارتدادات أو حتى لما بات يعرف بالربيع العربي في المملكة العربية السعودية عن أي فراغ نتحدث أين نجد العوامل والظروف التي تجعل ربما الدخول لهذه التنظيمات إلى داخل المملكة متاحا في فتح ثغرات أين؟ شوفها ستكول هم من عملين كتاب بيتدول في لندن اسم حكم آل سعود هذا الكتاب مكفرين في العائلة السعودية وأنها ظالمة وأنها تسرق أموال السعوديين وأنها كافرة لا تحكم بما أنزل الله وتقيم الحد على الضعيف أما القوي والأمراء لا يقام عليهم حدود كتاب يصقف الشباب السعودي في المهجر بالحرب ضد الحكومة السعودية وهما بيقولوا إيه بقى نحن ننشد أن تكون المملكة مملكة دستورية أي الملك يملك ولا يحكم زي ملكة بريطانيا وهذا الاتجاه بتدعمه أمريكا وبريطانيا والناس القائمين عليه موجودين في لندن اللي هي وكل الجواسيس كل الجواسيس العالم قاعدين في لندن معايا فهما بهدفهم تفتيت المنطق عشان يتحقق أمن إسرائيل إسرائيل دولة ضعيفة وحقيرة على فكرة الناس ما تظنش أن إسرائيل دي جغرافيا بيسموه جبلوتيكا إسرائيل دي مش دولة إسرائيل دي فا لما أغزى فرد الكعب زي ما بيقوله يعني زي قطر كده قطر دي دولة مثلا ده خيمة وراجل قاعد فيها معا فلوس خلاص على كده ففي دول زي إيران زي السعودية زي مصر بحكم الجغرافيا هي موجودة إلى أن يارس الله أرضى من علي وفي دول اسمها النبت الشيطاني تلعت كده ما تعرفيش إزاي زي إسرائيل زي قطر ممكن تختفي في يوم من الأيام ما تقهاش معايا تختفي في يوم الأيام فإسرائيل عشان تضمن موجودها لازم كل الكينات اللي حاولت يبقى مفتتة الأكراد يغضوا حتة والسن يغضوا حتة والملك يغضوا حتة يبقى طواقف طواقف زي لبنان كده طول عمرهم بيضربوا بعض يخلصوا درب يشربوا شاي وقوموا ضربوا بعض تاني لكن بس فقط نعود جهة العوامل بما يتعلق للمملكة العربية السعودية أنت ذكرت عن تحدث عن أمثلة وشواهد لكن كيف سيتم الدخول صحيح في شهر مايو أيار الماضي كان هناك بيان لوزارة الداخلية على تفكيخ خلية تتبع لداهعش كما قال بيان وزارة الداخلية عن 62 أمصورة لكن كيف سيتم الدخول على أي أساس عوامل ماذا التي سيتم استخدامها ما نقولك هم من بيهيأوا للصورة ضد العائلة الحاكمة بأن هذه عائلة فسيدة وأن هذه عائلة بتسرق أموال السعودية وأن العائلة دي أسورها من داخل المملكة تقصد سيكون الدخول وفيه عناصر تكفيرية في المملكة جمدين اللي لأن انت عارف الفكر اللي الوهابي بينه وبين التكفير شعره ففيه شباب كتير معتنق هزا الفكر مع تغذيته بقى ضد المملكة وضد الحكومة وضد الأسرة الحاكمة من السهل بقى يفجر نفسه في أي حاجة يعني هو سيكون فقط على هذه العوامل لا أموال لا نريد أن نخفل نقطة مهمة هي لها علاقة بأنه مجموعة يعني من أفراد داعش أو الجنسيات بعض الجنسيات التي يعني يضمها التنظيم من الدول الخليجية وهناك تقارير تتحدث عن غطر كان لتجنيد عدد منهم وإرسالهم للقتال إن كان في سوريا أو بعض الدول أخرى منها العراق وفقا لهذه التقارير ربما تكون التجنيد لداخل المملكة آه فيه تجنيد داخل المملكة معظم المقاتلين سعوديين بالتحرك داخل المملكة ممكن آه هي بقى حقا هيكون كده بس هو كان يأمله في استقرار الحكومة الإخوان في مصر فلذلك الملك عبدالله لما أيد ثورة 30 يونيا ما أيدهش من يونيا ما أيدهش من فراغ رجل عنده الداة عارف إيه اللي حيحصل في المنطقة وهو كان معادي الإخوان ليه طيب ما طول عمر السعودية بتحتوي الإخوان صحيح والإخوان ما عملوش أموال ألا من السعودية ومحمد قطب أبو التكفير في العالم أعلى 40 سنة في السعودية وعمل كتاب اسمه جاهلية القرن العشرين وبيقول إن إحنا بنعيش في جاهلية أشد من نتيب عصة فيها النبي صلى الله عليه وسلم والسعودية مع ده وأستاذ في الجامعة إيه اللي خلاهم ألبه لأن الإخوان لا دين لهم ولا وطن لهم ولا أمن لهم يخون أي حد طيب المقابل يعني كيف يمكن التعامل مع هذا التنظيم وهذا الفكر تبدو أصوات الاعتدال الإسلامي خافة مبحوحة إنجاز التعبير لا نسمع ذلك الصوت العالي الذي يمكن أن يقف هو غير مقنع تعوذوا أو تعوذوا الوسائل لا بصي الصوت العاقل ما عندوش همة موظفين يعني يقولك داعش تتحرق داعش باللي جابوها ما عندوش همة الرد ما عندوش شعور بالخطر الأمر التاني إن الأزهر في مصر وهو الذي كان يقود حركة التنور الديني مغيب بقى الاربعين سنة سبب تغيب أربعين سنة ظهور اتفرة البترول وعلوه صوت علماء المملكة العربية السعودية على صوت الأزهر والسلفية ما وجدت في مصر إلا لحرب الأزهر معايا فطبعا الحاجة التانية إن العلماء المفروض يردوا على فكر داعش يعني يجيبوا فكري داعش داي فاندوه يردوه يطلع علماء يقولوا داعش يقولوا كذا والرد الصحيح كذا ده وأنا قعدت مع ناس كانوا جايين من لندن عشان يروحوا سوريا الحرب وقعدوا معايا والحمد لله مشوا من مصر على لندن تاني كانوا جايين يسألون وأنا قلت لهم أنا أفتراد جدلي إن بشار سحين الصبح لإنمات ربنا خدوا هنقول لها رب أنت خدت بشار دي لسا الحرب مخلص من بديل بشار قالوا الجرب قلت لهم جذبت بشار بالجرب قالوا صح راحهم رجعوا تاني قلت لهم أنت ابني بتقتل لصالح أمريكا وإسرائيل هو أنت اللي حتحكم سوريا لو أنت عامل اللي حتحكم سوريا أنا أجا قاتل معاك أنا أقسم لك بالله أجا قاتل معاك بس أنت حتيجي تحكم سوريا بعد بشار قال لي لأ قلت لهم أنت بتستخدم لإزاحة بشار وبعد كده يجي بقى الجربة يجي إسلام إدريس يجي عصام حتيتو كل دول قاعدين متربين في وقر الجواسيس في لندن مش أنت اللي حتحكمه كيف يمكن ربما التمييز بين الالتزام الديني والمسؤولية الوطنية هل هناك خلل في التقاطع بين النقطتين طبعا هناك خلل شديد بين المسؤولية الوطنية والالتزام الديني وأقول لك ما أقول أقلها المرشد العام للإخوان ألتز في مصر هي دي نظرتهم للمسؤولية الوطنية ولما الإخوان جم عشان حكموا مصر هقول لك دليل واحد على احتقارهم للوطن في آخر مقابلة عملها المستشار السيدة المحترمة الرئيس عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصر مع السيدة لميسي الحديدي حوار عملته لميسي الحديدي معاه فآخر سؤال سألته عن الخلفية اللي قاعد وراها صورة مصر فقالت له احكي لي قصة الصورة اللي وراك دي ايه قالها دي عملها الملك فؤاد من مئة سنة يعني احنا عارفين الملك فؤاد وبعدين جي فاروق وبعدين عبد الناصر والسادات وحسن قالها الصورة دي عملها الملك فؤاد من مئة سنة متعلقة على الحيطة دي بقى لها مئة سنة اتشالت سنة واحدة بس التي حكم فيها الإخوان مصر شالوها رموها في المخازن معايا وتنازلوا لحماس وكانوا في مشروع تنازل لحماس عن ستمائة كيلو متر لحل القضية الفلسطينية فهناك تقاطع بين المسئولية الوطنية والالتزام الديني وهذا مخالف لفهم علماء السلف وسوف اقول لك النظرية السياسية للامام ابن تيمية اللي الناس كلها بتعتبروا اشد امام متشدد سؤل الامام ابن تيمية لو تعارضت مصلحة الوطن مع تطبيق الشريعة حصل تعارض لو طبقنا الشريعة الوطن ده حيديا ماذا نفعل؟ قال المحافظة على الوطن أولى من تطبيق الشريعة لأنه إذا ذهب الوطن أين ستطبقون الشريعة؟ وأضرب لك مثال أقرب لك زي واحد عريان وحيقع من الدور العاشر هتنقذيه ولا تروح الجبيله جلبية تلبسه هاله فالمحافظة على الوطن أولى من تطبيق الشريعة إذا تعارضت المصلحة والمصلحة الآن المحافظة على الوطن وهو حقيقة هو الجانب الأكثر تغييبا بين السياسة وكما سميناها المسؤولية الوطنية مو دايبا نزيبية الجهل مش عارف إيه المسؤولية الوطنية بلا تعارض بين الالتزام والأصول الوطنية ولكن عشان دول جهلة بيحصل التعارض بين الوطن والاعتقاد كل الأحوال هو الموضوع يحتاج ربما للمزيد خصوصا بما يتعلق بالعلاقات مع دول الإقليمية وأيضا الدول في الإطار الغربي وما يتعلق بطبيعة هذه الدول وأيضا مرجعياتها وخلفياتها تحصل علاقات نشاهد مسموحة مع الهند والصين وعندما نتحدث عن دول كإيران يتم الحديث عن الخلفيات الدينية وهذا أيضا يحتاج ربما لبحث أطول يمكن أن نأخذ منك نقطة تعليقية شوف اللي أنا عاوزه لحادثك لابد أن تتضافر الدول الإسلامية كلها سنة وشيعة للقضاء على هذه الجماعات لأن هذه الجماعات مخلب الاستعمار في المنطقة ليس معتقة دينيا داعش فيهم ناس ما بتصليش القاعدة فيهم ناس ما بتصليش أصلا تركع معايا فلابد من تكاتف الدول للقضاء العضوي على هذه الجماعات عن طريق الأمن والفكر فلابد من الرد على فكرة هذه الجماعات وتوضيح أن هذا الفكر فكر ضال مخالف للشريعة الإسلامية وهذا الفكر الذي حذر منه النبي وقال ألعى الخوارج حدساء الأسنان صفهاء الأحلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لين أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم هم شر قتل تحت أديم السماء طوبى لمن قتلوا أو قتلهم وأسمهم كلاب جهنم أشكرك أشكرك جزيلا شكر شيخ نبيل نعيم ضيفنا هنا في الستوديو مؤسس تنظيم الجهاد سابقا والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية شكرا للمشاهدة